كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سعود حفظه الله مساء اليوم في مقر إقامته بشرم الشيخ معالي رئيس مجلس النواة بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الإعلام الأستاذ ترك الشبانة ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسافير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي